السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من سلسلة الروبوتات بالعربي أنا مهند واليوم موضوعي هو عن استخدام الروبوتات في قطاع أو في مصانع السيارات تقرير الاتحاد الدولي للروبوتات بشير على أنه قطاع السيارات هو أكثر قطاع مستهلك أو مستخدم للروبوتات بالعالم بنسبة 29% السبب بهذا الارتفاع هو الحاجة للأمان والفعالية خلال عملية الإنتاج وفي سبب مهم كثير واللي هو سهولة تبديل الروبوت في حال حصول أطل وبالتالي هذا بيقلل فترة توقف الإنتاج لحتى نتخيل عدد الروبوتات المستخدمة في مصنع سيارات تخيلوا مثلا أنه مصنع جيجا فاكتري تبع تيسلا بأمريكا بيستخدم أكثر من ألف روبوت وهذا رقم ضخم جدا بهذا الفيديو رح نفوت بنظرة أقرب لداخل مصانع السيارات ونشوف وين بشكل عام بيتم استخدام الروبوتات وهل هذا الاتخدام فعال أم لا بشكل عام يمكن تقسيم مصنع السيارات لأربع أقسام أساسية القسم الأول هو قسم الهيكل المعدني والقسم الثاني هو قسم الطلاء القسم الثالث هو قسم التركيب والقسم الرابع هو قسم الفحص رح نبدأ بالقسم الأول وهو قسم الهيكل المعدني أو ما يسمى بالبادي شوب بهذا القسم يتم عملية تشكيل الهيكل المعدني للسيارة وهون نسبة الأتمة ونسبة استخدام الروبوتات تفوق الـ 95% الروبوتات مستخدمة بشكل أساسي فيها عملية اللحام والتي هي مطلوبة ليتم لحام القطع المختلفة للسيارة مع بعض لتشكيل هيكل السيارة الكامل كما نرى بهذا الفيديو والذي هو فيديو لمصنع شركة كية للسيارات كيف الروبوتات تقوم بعملية اللحام بسلاسة ودون حاجة لأي تدخل بشر بعد انتهاء الهيكل المعدني أو تشكيل هيكل المعدني للسيارة بجينا القسم الثاني من مصنع السيارات وهو قسم الطلاء نسبة الأتمة أو نسبة استخدام الروبوتات بقسم الطلاء أيضا عالية جدا فتتجاوز لـ 95% والسبب بذلك هو صحي بحت بهذا الفيديو عم نشوف أيضا كيف الروبوتات تقوم بطلاء السيارة بحيث انه تغطي كل الزوايا يعني تطلع السيارة مطلية بشكل كامل حتى عملية فتح الأبواب أو فتح غطاء السيارة بتم أيضا بشكل أوتوماتيكي باستخدام الروبوتات نفسها بعد الانتهاء من عملية الديهان وقبل إرسال السيارة لمرحلة الأسيمبلي أو تركيب القطع داخل السيارة في عملية أو مرحلة مهمة جدا واللي هي مرحلة التأكد من نقاوة أو وجودة الديهان وهذا الشيء بتم أيضا باستخدام الروبوتات مثل منا شايفين بهذا الفيديو بالإضافة لأجهزة أو حساسات رؤية تكون كبيرة بشكل عام وبتم عملية فحص والتأكد بشكل كامل لكل أجزاء السيارة أنه الطلاق تم بشكل صحيح وما في أي خدوش أو مشاكل بالطلاق المرحلة الثالثة هي مرحلة التركيب أو الأسيمبلي بالسيارة هون نسبة الأتمتين نسبيا أقل من البودي شوب أو البودي شوب والسبب هو أنه في عمليات دقيقة تحتاج تدخل بشري مثل توصيل أسلاك مع بعض أو وضع لوجو أو شيء بمكان معين فهذا الشيء بتطلب تدخل بشري مع هيك في كتير جهود واستثمارات لأدخال الروبوتات البشرية لتحل محل البشر بهذا القطع طبعا بهذا القسم مو يعني أنه ما في روبوتات بشري كامل بالعكس في روبوتات تستخدم على سبيل المثال في عملية تركيب كراسي سيارة داخل السيارة بتتم أيضا بشكل مؤتمة بشكل كامل يعني الكرسي ثقيل وعملية حمله من العامل متعب بالإضافة لذلك مثلا عملية تركيب إطار السيارة على السيارة أيضا تم أتمتة ويتم استخدام الروبوتات بها بالإضافة لأحد العمليات مثل ما نشاهدين بهذا الفيديو عملية تركيب زجاج السيارة أو البلور يتم أيضا باستخدام الروبوتات الروبوتات المستخدمة في مصانع السيارات بشكل أساسي هي الروبوتات الصناعية بالإضافة لهيك بيكون أيضا فيه روبوتات متنقلة أو ما يسمى الAMR الروبوتات متنقلة زادت نسبتها بالمرحلة الأخيرة وخاصة أنه في توجهات لاستبدال خط الإنتاج المستقيم أو الخط الواحد لفكرة أنه يتم وضع السيارة أثناء التصنيع على روبوت متنقل ونقل السيارة باتجاه إلى محطات مختلفة لإنجاز عملية التصنيع بالنسبة للماركات الروبوتات المستخدمة في مصانع السيارات بالشكل العام نلاقي أنه خط الإنتاج مكون من عدة ماركات يعني نادرا ما نلاقي خط إنتاج كامل من البداية إلى النهاية من مصنع واحد للروبوتات وبالتالي منلاقي أنه أكتر مصنعي الروبوتات الموجودين بمصانع السيارات هل بشكل عام فانوك كوكا وأي بي بي بالإضافة لهذه أيضا من نسبة كبيرة من روبوتات أخرى طبعا تجي بمرتبة ثانية والتي هي من ياسكافا وكاوازاكي وناتشي وبالتالي بشكل عام نلاقي أنه في مجموعة كبيرة من الروبوتات الصناعية من مختلف المصنعين موجودين بمصنع سيارات واحد قبل ما نختم هذا الفيديو خلونا نطرح سؤال سريع واللي هو هل يترى رح نشوف يوما ما مصنع سيارات مؤتمة بالكامل بدون وجود بشري صفر الجواب ما منعرف ممكن ايه ممكن لا ايمت ما حدا بيعرف ولكن اللي منعرفه والمتأكدين منه أن المصنعي السيارات عم يدفعوا بهذا الاتجاه استثمارات كبيرة في مجال الروبوتات الصناعية في مجال الأتمة في مجال الروبوتات البشرية لأدخالها للمجال الصناعي وبالتالي هذا هدف أساسي هذا شيء طبعا له سبب رئيسي واللي هو ارتفاع كلفة العمالة الماهرة في الدول الأوروبية أو الدول الغربية بشكل عام على سبيل المثال بآخر أزمة سيارات صارت في ألمانيا كان السبب الأساسي هم سببين رئيسيين لهذه الأزمة التي صارت السبب الأول ارتفاع أسعار الطاقة والسبب الثاني هو ارتفاع كلفة العمال الماهرة وبالتالي بوجود الروبوتات بيعتقد أو بيحاول مصنعي سيارات أنه يقللوا من أثر المشكلة الثانية بنهاية هذا الفيديو أتمنى تكونوا استمتعتوا فيه حاولنا فيه بشكل سريع نستعرض الروبوتات المستخدمة في مصانع السيارات في مختلف الأقسام ونشوف كيف أنه هي حلت مشاكل كبيرة وأمنت أيضا سرعة وفعالية في عملية الإنتاج أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو منظل على تواصل ما تنسوا أسألكم بالتعليقات السلام عليكم شكرا